بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله تأتي الهجرة لتصنع الأمل لصناعة السعادة لتجديد الهمة لإدراك المهمة لعلو الهمة والانتقال من الشر إلى الخير من الجهل إلى العلم من الظلمة إلى النور من الضيق والاضطرار إلى الساعة والاختيار هاجر المصطفى صلى الله على حضراته وآله بأمر من ربه تبارك وتعالى ليعمر المدينة فتتحول من يثرب إلى طيبة طابة الطيبة المطيبة التي تطيبت وتنورت وانتقلت إلى المدينة المنورة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها حرما آمنا وسكن المدينة ثم عمر الديار وسعى في الأرض وجاهد وثابر وانتقل بدعوته من ضيق في مكة واضطرار بين أهل مكة إلى سعة واختيار بين أهل المدينة الذين استقبلوه بالترحاب وبالهدايا والعطايا والمنح والابتسامة ووقفوا جميعا على أبواب المدينة ينشدون بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا مرحبا يا خير داع جاء النبي صلى الله على حضرته وآله إلى المدينة وحولها من مكان ينتشر فيه الطاعون والألم والهم إلى مكان جديد فجدد وطور وفكر وخطط وقرر ونفذ ثم انتقل صلى الله على حضرته ليرسل برسالة إلى الإنسانية أن يحلم الإنسان بجرأة وأن يخطط بدقة وأن ينفذ بإتقان سعى وهاجر من مكة على الرغم من حبه الشديد لأرضه ووطنه مع لهفته للعودة فقال الله له سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فما جلس النبي ووضع يده على خده ينتظر الفرج وإنما بنى وطور وغير سار على المنهج اليوسفي الذي جاء إلى مصر وبيع في سوق العبيد ومع ذلك طور وجدد وفكر وخطط وقرر ونفذ وخرج بالناس من القحط هكذا هي الرسائل النورانية للأنبياء عليهم السلام والنبي صلى الله على حضراته إذا فعل فإنما يفعل لنا ما نسير على نهجه بالقدوة الحسنة تأتي الهجرة لصناعة الأمل لتجدد للإنسان كيفية الخروج من المحنة إلى المنحة ومن الألم إلى الأمل ومن التعاسة إلى السعادة نعم كانت الهجرة بمثابة صناعة السعادة للصحابة رضوان الله عليهم فخرجوا جميعا وأصبح لهم مسجد يصلون فيه وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه بنفسه ثم بعد ذلك بنى المسجد النبوي الذي تشرف الآن بالجسد الشريف لسيدنا صلى الله على حضرته يا سعد أهل المدينة يا أنوار المدينة قال شيخنا في كلامه إلهي نجنا من كل سوء أنت إلهنا مولى الجميع وهبلنا في المدينة مستقرّا ورزقا ثم دفنا بالبقيع اللهم أمين المدينة أصبحت مدينة فتغيرت وتنورت وتطورت بفعل الإنسان وليس أي إنسان وإنما هو سيد الإنسانية وسيد الأكوان صلى الله على حضرته لم يستسلم مع الألم بعد أن قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فجاء الفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم